غارات وقصف مدفعية مستمعينا مشاهدين الكيرامة صعد الله وصباحكم بكل خير أكد رئيس الجمهورية قليس سعيد خلال اجتماعي أمس برئيس الحكومة أحمد الحشاني أن النصوص القانونية على اختلاف طبيعتها يجب أن تتنزل في طار متكامل متجانس يقطع مع الماضي وتعرض إلى مشروع تنقيح الفصل السادس والتسعين من المجلة الجزائية مشددا على أن هذا المشروع يجب أن يقوم على تحقيق توازن بين الحفاظ على المال العام وبين عدم التعلل بمقتضيات هذا الفصل لتعطيل السير العادي للمرفق العمومية وأكد رئيس الجمهورية أنه لن يتم التهاون من أي جهة تسعى لتعطيل سير المرافق العمومية للدولة أو لا تقوم بالواجب المحمول عليها قانونا وفي لقائه أمس بوزير التعليم العالي والبحث العلمي والمكلف بتسيير وزارة يشعون الثقافية منصف بوكثير أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن المهرجانات الثقافية يجب أن تساهم في إرساء ثقافة وطنية وقد تم بعثها من أجل الارتقاء بالذوق العام وبين أن ركح مصرح قرتاج ومصرح الحمامات على سبيل المثال لم يكن مفتوحين إلا للأعمال الثقافية الراقية عكس ما يحصل هذا اليوم وأشدد رئيس الدولة على أن الارتقاء بالثقافة ينصهر في طار حركة التحرر الوطنية التي تشهدها تونس اليوم لأنه لا مستقبل لأي دولة بدون مساهمة فاعلة لمبدعيها ومثقفها تتواصل اليوم مشغل الجلسة العامة للمجلس الوطني للجهات والأقليم المخصصة لمناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس وصادق المجلس أمسي على سبعة وثلاثين فصلا من فصول النظام الداخلي دعت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في بيانا أمسي سلطة الإشراف إلى التراجع عما وصفته بالقرارات الخطيرة المتعلقة بحذف عدد من مسارات التكوين في بعض مؤسسات التعليم العالي بناء على ما ورد في دليل التوجيه الجامعي لأعوام أو للموسم الدراسية 2024-2025 معبرة عن استنكارها عدم استشارة الهياكل الأكاديمية وتشريكها في اتخاذ هذه القرارات يمكن للمترشحين لمناظرة الدخول إلى المدارس العددية النموذجية سيزيام التسجيل في خدمة نشر نتائج المناظرة عبر الإرساليات القصيرة بداية من الساعة العشرة من صباح هذا اليوم ويستوجب على الراغبين في الانتفاع بهذه الخدمة توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85-005 على النحو التالي سيكس ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة الذي ينبغي أن يتكون من ستة أرقام تبقى لما ورد في استدعاء المترشح تولى أعوان والإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بن جرجاني أمس إيقاف عفيف لفريقي تنفيذا لبطاقة الإداء بالسجن الصدرة في حقه من طرف دائرة الاتهام الثانية والثلاثين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وذلك من أجل تهم تتعلق بالفساد المالي والإداري في تسيير جمعية عمومية والتدليس ومسكي واستعمال مدلس وإقامة شهادة النص فيها على أمور غير حقيقية وجملة من التهم ذات الصبغة المالية وفق ما أكده لحبيب الترخاني الناتق الرسمي باسم محكمة الاستناف بتوناس وأضف أن إيقاف الفريقي استند أيضا إلى بطاقة جلب قضائية صادرة في حقه من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتوناس أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتوناس لأعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بفتح بحث ضد محمد لطفي المرايحي الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري والكاتبة العامة للحزب من أجل تبييض الأموال وتهريب مكاسب للخارج وفتح حسابات بنكية بالخارج كذلك دون ترخيص من البنك المركزية التونسية وأوضح الناتق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتوناس محمد زيتونة أن هذا البحث جاء على خلفية بحث سابق موضوعه تورطهما في شراء تزكيات بمقابل مادية كما أضف أنه تم الإذن بالاحتفاظ بالكاتبة العامة للحزب لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد وإدراج المرايحي بالتفتيش قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أمس التمديد في أجل الاحتفاظ باسليم شبوب لمدة خمسة أيام بعد العثور بمنزله على مبالغة مالية بالعملة التونسية والأجنبية وكميات من مادة مخدرة ووثائق مختلفة أكد الأمين العام لمنطقة التبادل الحرة القرية الأفريقية زيليكاف وامكيلي ميني خلال لقاء يمسي بالقصبة برئيس الحكومة أحمد الحشاني أكد استعداد الجهات الأفريقية وخاصة المانحة للتعاون مع تونس بالنظر إلى ما تزخر به من كفاءات لمعضدة جهود البلدان الأخرى من منطقة الزيليكاف في خلق سلاسلية القيمة في عديد المجالات وخاصة في صناعة مكونات السيارات على هامشي أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة التونسية البركينية التي افتتحت أمس بالعاصمة البوركينية وجادوغو أعرب إبراهيم تراوري رئيس جمهورية بوركينفاسو خلال لقاء أمسي بوزير يشهون الخارجية والهجرة تونسين بالخارج نبي العمار أعرب عن تطلع بلاده لمزيد الاستفادة من الخبرات التونسية في مجال الصحة والتكوين المهني والتعليم العالي مشيرا إلى الكفاءات المتميزة التي تزخر بها تونس نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان مع فجري اليوم السبعين بعد المائتين من الحرب الصهيونية على قطاع غزة استشهد واصب العشرات في غارات وقصف مدفعي على مناطق متفرقة من القطاع يأتي ذلك وسط منح القوة السياسية في إسرائيل الضوء الأخضر للجيش للانتقال تدريجيا خلال الشهر الحالي إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من الحرب على قطاع غزة كاثر العرقوب وقراءة في هذه التطورات تتالت المعارك في عدة محاور من قطاع غزة الليلة الماضية خاصة في رفح والنصيرات وسط سجال ضار خاصة في منطقة الشجاعية شمال القطاع وتتواصل لليوم الخامس على التوالي حيث أعلنت كتائب القسام إقاع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح وقنص جندي واستهداف ذبابتين في المنطقة في الأدنى شرعت قوة الاحتلال في عملية تهجير قصري للسكان من شرق خان يونس جنوب القطاع بدعوة إطلاق حوالي عشرين صاروخا من المنطقة نحو المستوطنات على الحدود مع القطاع وبالذفة الغربية المحتلة قتل قائد فرقة قنصة صهيونية وجندي مع إصابة سبعة عشر عنصرا بانفجار عبوات ناسفة في تول كرم وجنين خلال الأيام الخمسة الماضية وفق ما أعلنته مصادر أعلامية عبرية سياسيا قالت هيئة البث الإسرائيلية إن القوى السياسية في إسرائيل منحت الجيش ضوء الأخضر للانتقال تدريجيا خلال الشهر الحالي إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من الحربية على غزة وأضافت الهيئة الإسرائيلية أن القرارات تخذ بسبب ملف صفقة التبادل والتوتر في الجبهة الشمالية لتجنب تسعي الحرب وتشمل المرحلة الثالثة بقاء قوات الجيش الإسرائيلي في محور نتساريم وفلادلفيا لضغط على حماس موضيفة أن الضوء الأخضر الممنوح للجيش سيتيح موصلة العملية العسكرية لكن بشكل آخر قادم الأيام نهاية هذا الموعد الإخباري الصباحي المفصل قدمناه لحضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها رئيس الجمهورية يؤكد أنه لن يتم تهاون مع أي جهة تسعى إلى تعطيل سير المرافق العمومية للدولة ويشدد على أن المهرجانات الثقافية تم بعثها من أجل الارتقاء بالذوق العام المجلس الوطني للجهات والأقليم يواصل اليوم مناقشة مشروع نظامه الداخلي اليوم فتحوا باب التسجيل في خدمة نشر نتائج منظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية وفي العالم وفي فجر اليوم السبعين بعد المئتين من العدوان الصيونية الغاشم على قطاع غزة استشهادوا إصابة العشرات في غرات وقصف مدفعي مع أجمل تحيات كاملة للفريق يوم سعيد متواصل بعد قليل مع نبيل عبيد حتى تاسعة صباحا متابعة طيبة للجميع في أمان الله موسيقى